اهلا وسهلا بكم نتواجد اليوم بمقر السفارة الولايات المتحدة الأمريكية هنا بالرباط في هذا اللقاء الخاص مع كبير قادة البحرية الأمريكية بأفريقيا وأوروبا أميرال جيمي فوغو أهلا بك ويشرفني كثيرا أن أتواجد هنا معكم اليوم يشرفني أيضا أن أكون معكم ويصرر نعود مجددين للمغرب وأن أكون هنا اليوم لحدثكم عن بعض الأشياء التي تقوم بها كلا قواتنا تواصلت منورات الأسد الأفريقي 2018 طيلة شهر أبريل بعدد من المناطق المغربية وهي تعد الأكبر من نوعها في أفريقيا أميرال فوغو ما هي الأهمية التي تكتسيها هذه التمارين وما هي النتائج المرجوة منها شيئا أساسيا هذه تمارين هامة وليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها هنا في الأسد الإفريقي وأساسا أود أن أشكر هنا الشعب المغربي والحكومة المغربية على مواصلة هذه التمارين والمنورات البحرية والجوية والأرضية إذن هذه المرة نحن مسرورون أن نحضر معنا ناقلة الطائرة يو اس اس ترومن وواحد رؤسائنا السابقين ولتقديم الدعم وكانت لدينا فرصة هنا حضينا بها للقيام بتدريبات مع القوات المغربية جوا وبحرا وأرضا وعلى مستوى كلا العمليتين الأسد الإفريقي وأيضا مصافحة البرق وعملنا من أجل تعزيز هذا الدعم لتعزيز أيضا قابلية التشغيل المتبادل ولتقديم الدعم البشر وقد أنشأنا هنا تيزنيت مستشفى يقدم الكثير من الدعم وكان هنا كثير من الطباء الأمريكيين حضروا ووصلني إلى الأمس بأن عدد كبير 18500 تم إعطاؤهم علاجات على مستوى الأسنان وأشياء أخرى وكانت هذه كلها أمور ناجحة أدت لنا إلى تعزيز العلاقة مع المغرب استخدفتم العديد من قادة المغاربة الكبار على متن حاملة الطائرة البحرية الأمريكية أساس هاري ترومان ما الهدف من زيارتكم أميرال؟ في الواقع نحن نتدرب في أثناء وإبانا السلم وما تنبثق لازم يكون بمقدورنا نعمل سويا وليس هناك شيء أفضل من عندما نتحدث مع شخص رئيس مثلا أو مسؤول عن دفاع مثلا ما حدث شيئا مع المستوى الإقليم يكون هاجسا بالنسبة لكم أو بالنسبة لنا أو لحكومتنا أو للحلف الأطلسي ونقول نعم نقد عملنا سبقا عملنا على ذلك لنعرف بعضنا البعض مسبقا وأنشأنا علاقات قوية ويكون الأمر وقتئذ أسهل وأنا ممتن على هذا ما هي الرسائل الإقليمية التي تبعث بها الولايات المتحدة من خلال حرصها على تنظيم هذه المناورات السنوية مع المغرب؟ أولا نود أن نعطي الناس فرصة الإطلاع على عمليات حاملة الطائرة البحرية الأمريكية هذا مثير لثمام وقد هذا له وقع كبير على الدبلوماسية إذن طرنا على هذه الحاملة وحاملة الطائرات واستعملنا أيضا ذلك الإجراء والأجهزة إيقاف الطائرة على حاملة وما يعطينا يعطينا الدفاع هنا في المغرب والكثير من المسؤولين المدنيين أيضا ومسؤولين آخرين فرصة الإطلاع على هذا عندما كنا على متن الحاملة انقسمنا إلى قسمين فريقين وكلا كانوا فرصة للإطلاع على الإطلاقات والتقاء بالتواقم والأمريكيون في الواقع كانوا مسرورين بالحضور هنا في المنطقة المتوسطة التقاء مع المسؤولين المغاربة ومن بلدان أخرى ولإبراز قدراتهم وهذه الباخرة ولتعزيز العلاقة وعندما انتهنا من هذا انتقلنا لإطلاق بي تي سوهايكا وهي طائرة للإندار المبكر والمغرب يود استكشاف مزيد من القدرات في هذا المجال إضافة إلى دبابات أخرى وأجهزة أسلحة أخرى أيضا ذات أهمية كبرى وعطى لمسؤولين الدفاعين هنا طلعا أكبر وفكرة أفضل حول كيفية القيام بهذه المنورة على البحر بشكل يومي المغرب شريك رئيسي للمنتدم الدولي في مكافحة الإرهاب خاصة في منطقة السحل والسحراء كيف يمكن لهذه المنورات أميرال فوغو منورات من هذا الحجم أن تساهم في استئصال الإرهاب من هذه المنطقة خديجة هذا سؤال رائع في الواقع إن الإرهاب والاتجار غير القانوني هو يشكل هاجزا في هذه المنطقة لبلدكم ولبلدنا ولحلف أطلسي وفي الواقع أنا كممثل للنيتو وأنا رئيس المنصة الجنوبية المتواجدة في نابولي نحن في الواقع نريد تيسيرها وتوفير سياق آمن في أماكن مثل الساحل والصحراء وتعرفون بأن لدينا هناك مشاكل القوات قواتنا متى ما تعمل جوا وأرضا وبحرا فهي تصبح لها قابلية للتشغيل بشكل أفضل نجرب تكتيكاتنا وإجراءاتنا ومساطرنا مع مساطركم وتدابيركم لنخرج بأفضل الممارسة ما يجعلنا رادعا قويا وموثوقا به وبالتالي تكون لدينا قوة أفضل متى ما احتجنا إلى الدفاع عن مصالحكم أو مصالحنا تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب كيف يمكن لمثل هذه التمارين العسكرية المشتركة أن تدعم هذه الاتفاقية دعوني السوق مثلا هنا تمارين أخرى كانت لدينا في غامي وفي خليج غينيا وعندما نعمل معا سويا وكما سوف نعمل أيضا في غدون بداية أسابيع بمناورة أخرى في نيكس إكسبرس فهذا كله يسعى لإحلال الأمن في القطاع البحري وإحدى الطرق التي ننقبها هو تدريب القوات البحرية للإبقاء والحفاظ على الأمن كيف يمكن مثلا مدهمة باخرة ما عندها تكون معادية إذن هذه المناورات كلها تعطينا الملكات المطلوبة للعمل بشكل هادف سواء تعلقنا بالإرهاب في الساحل والسحراء أو تعلقنا بالأولئك الذين يحاولون الاعتداء على دول ساحلية في إفريقيا من تلقى من البحر إذن نحن نكون في وضع أفضل من خلال هذه التجربة أميرال فوغو ختاما لهذا اللقاء هل يمكنكم أن تتقاسموا معنا بعد القصص التريفة التي اشتموها أثناء هذه المناورات يمكن أن أتيل هنا طرفة ولكن قبل ذلك أود أن أتقاسم معكم هذه الصورة هذه الصورة لنقلة البحرية ترومن وهنا داخلها هناك أيضا قطعة بحرية محمد السادس وهذه الصورة رائعة وكنت تمنيت لو كان ذلك يوما مشمسا ولكن مهما يكون الأمر هذا مثيل الاهتمام صورة مثيل الاهتمام والبحرية هنا تلتقي في السياق البحري في إطار هذه المناورات هذا كان في البحر منذ يومين على السواحل المغربية نعم خارج المضيق في الجنوب هذه الصورة رائعة بتأكيد شكرا يمكن أن نحتفظ بها نعم أجل هذه كانت كان إبرازا مهما لهذه المناورات البحرية ويمكن أن نؤكد بأننا لدينا انطباع جيد للقوات البحرية خصوصا وأيضا القوات الأرضية والجوية أثناء هذه المناورات وأن نتطلع ونعود مجددا ووقت أيضا سوف تكون ربما أكبر وأفضل أنا التقيت بالعديد من الناس الجيدين والمتميزين وحضرت فرصة للحديث مع أولئك الذين عمون في قطاع الفلاحة والزرع الذين حضروا معنا بالأمس وأيضا الناس من قطاع الطيران وهذا قطاع يزدهر في المغرب ويؤشر على مستقبل جيد وأود أن أقول أيضا بأن تجربتي في المغرب تعود إلى كما قلت إلى سنة 1985 و600 عند أول زيارة للطنجة وأقول بأن المغرب هو منارة للاستقرار ونود في شمال أفريقيا ونود أن نرى دولا أخرى في منطقة السعر الأفريقية تحضى وبنفس مستوى النجاح وبتالي أشكركم على هذه الفرصة فرصة الحديث معكم ولقناتكم وللشعب المغربي أمير الفوغو شكرا جزيلا لك شكرا مشاهدين كان إذن هذا اللقاء الخاص الذي أجريناه هنا بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط مع كبير قادة البحرية الأمريكية بأفريقيا وأوروبا شكرا لتتابعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر